دعوني بكم رعبة أخرى عزيزيزيزين. دعوني بخبرنا التحكيمي كابتن ناصر عبد . ناصر أهم سنديك بنواركت. تحياتي لكابتن أيمن وتحياتي لكل مشاهدين متابعي قناته نadyاهلي في كل مكان. تحياتي لكابتن شرف عب منيم. كابتن علامي يهوب. كابتن علامي رحمن وكابتن أحمد بالأل. في البداية مبروك لنادي سانداونس. وهارد لككابتن أحمد لنادي الأهلي لنهاردة ما كانش يعني مش محظوظ هداف كتيرة ضاعت تمنى ان شاء الله التوفيق في المبارات القادمة لإناد الأهل في البداية يعني تاني كابتن أيمن بنتكلم على عدم وجود تقنيه الفار أسف الشديد النهاردة لم ينجح ردوان جيد في إدارة المباراة نتيجة عدم وجود تقنيه الفار وأنا كنت أتمنى كابتن أحمد هو حكم كويس يعني النهاردة أنا كنت متفاعل جداً النهاردة أن ردوان يؤدي ويتحدى الفار ويؤدي يعني تكون أخطاء وحتى الليلة جداً لا تؤثر في نتيجة مبارا ولكن النهاردة أخطاء ردوان جيدة كابتن علاء وحنشوف الحالات احنا مش بنتجنة على حد مؤسر بصرف النظر عن أداء الناد الأهلي والجوان اللي ضاعت عشان محدش يقول لي كانت ناصل أنت بتروح للحكم ليه لا أنا وظيفتي كمحلل بجيب الأخطاء التحكمة كانت الشريف وهذه الأخطاء هو يعني يا ردوان يراجع نفسه فيها يعني النهاردة عندي أول حالة في ديئة سبعين يعني النهاردة يبقى فيه بطاقة حمرة مباشرة تبقى أن القانون مادة 12 نتكلم فيه منع هدف أو فرصة محققة أو فرصة واضحة لتسجيل هدف سأجيب لك الاعتبارات والاعتبارات بتاعت الحالة ونجيب الحالة كابتن أيمن عشان الناس تبقى مقتنع بالكلم ما نقوله كابتن أحمد بلال نتكلم على أربع اعتبارات في هذه الحالة المسافة ما بين الحالة دي اللعب والمرمى المسافة متاحة خلاص قريبة يعني مسافة قريبة جدا مما بين المخالفة هنا دي لحظة كاب مخالفة والمرمى أدي اعتبار موجود أدي واحد نمرة اتنين بنتكلم فيه السيطرة هنا أحمد بقادر النهاردة لو ليه دي ما تلاقيتش هو خده الكرة كابتن عادل بوراح وجاب جون فيش حد في المرمى موجود آخر اللعب هنا كابتن أحمد وادي لعب هنا كين برسي تاوه هنا طبعاً ما نشلقى به نتكلم على تمركز المدافعين هنا اللعب ده لا يستطيع أبداً أبداً أنه يقطع مع لحظة استلام أحمد ويروح يجيب بول إذن أربع اعتبارات السيطرة موجودة من لاعب النادل أهلي نتكلم فيه الاتجاه ما بين التجاه العام موجود نتكلم المخالفة لحظة سيكاتي الخالفة و المرمى الأربع اعتبارات موجودين أسمي شهيدين نهاردة ردوان هنا صعب أنه يشوف بس أنا مش مشكلتي كلاعب أنك انت في تمركز خاطب مش مشكلتي طب اللاين زماني كابتن هكلم هكلم في مثل هذه حالات طالما مش موجودة في بار نهاردة كابتن عندي المساعد رقم واحد و أنا ممكن قبل مواربة تكلم معهم من فضلك هذه الحالات المهمة داخل أو خارج أحيانا أنا الخط ده العرضي على الحاكم صعب إنما ده خط المساعد كان على الأقل يجب على الحاكم المساعد في الكومنكيشن نكلم الحاكم هذه حالة مهمة جدا كده طرد مفيش فيها أي كلام زي ما قلت هنا مفيش ولا لعب من سانداونز مغطي يعني أحمد حيسند ويروح عنده قابش يمشي ويروح يجيب جون مرة واحدة ممكن يجيب جون كل الظروف مهيئة في ديئة سبعين أسف شديد هدف أو يعني طرد حارس مرمى في ديئة سبعين كابتن أحمد أكيد يعني حيبقى مؤثر في المورة ده خطأ التحكيمي بنقول الحكام كلها ما فيش فار يبقى لازم أنت تتعب وتكتهد وتروح في المكان الصح إنما أنت تمركزك جاية عمودي مش هتشوف والنهاردة لو كان فيه فار كان حيجيبه وكان حيقوله كان يرجع يدي البطاقة الحمد دعو الحال